طيب وصلنا لجزي رقم 3 اللي هي الابليكيشنز اللي موجودة على الامبيدد سيستم طبعا احنا كنا اخدنا او تطبيق قبل كده اللي هو كان السيارات دلوقتي هناخد مجموعة تانية من الابليكيشن مثلا زي الموبايلات الموبايلات بيبقى فيها مجموعة كتيرة جدا من الامبيدد سيستم الموبايلات دامان بيبقى فيها ديجيتال سيجنل بروسسينج او معالجة اشارات رقمية كتير جدا ليه لان الموبايل دا بيستقبل اشارات من ابراج الاتصالات وبيبعتها كمان اشارات فمحتاج حاجة تعمل معالجة للسيجنلز اللي جاية فبيبقى عندي بروسسورز او معالجات خاصة بي الديجيتال سيجنل بروسسينج او دي اس بي بيبقى فيها برضو ميموري او ذاكرة بيبقى فيها مجموعة تانية من الاتشابس فده مثال من الامبيدد سيستم وهو الموبايلات مثال تاني مثال دا احنا اخدنا قبل كده اللي هو العربيات العربيات قلنا ان يبقى فيها اوبشنز وحاجات كتير جدا فيها انظمة الكترونية كتير زي مثلا الفويل كنترول سيستم اللي احنا قلنا قبل كده النظام بمرأبة الوقود ومسلا عندي زي حاجة اسمها الابي اس حاجة اسمها الانتي لوك بريكينج سيستم حاجة زي الاس بي اللي هو بيتحكم في سبات السيارة على الطريق حاجة زي الارباج زي اللي احنا قلنا ان هي بتحمي اللي بيسوق العربية من الحوادف لقدر الله وحاجات تانية كتير فو بيبقى في المجموعات جدا من البروسوسر أو الامبيدد سيستمد دا تطبيق تاني تطبيقات بقى تانية كتير زي مثلا الامديكال سيستم او اجهزة طبية بالزائط الاجهزة الطبية بيبقى فيه حاجات كتير كده صبوء عبارة عن نظوم مضمجة زي الانتنزيف كير جونس الي هي العنايه المركزة حاجات تانية كتير برضو حاجات زي البرينتر البرينتر او الطبعة برضو تعتبر نظام مودمج والفاكس والحاجات دي كلها حاجات زي الاسلسكوب اللي بتشوفه في المعمل والجي بي اس الملتيمتر اللي هو بيقس لك الطيار والفولت والمقاومة والحاجات دي البانكينج الاتم زي اللي انت بتسحب منها الفلوس دي برضو عبارة عن او نظام مودمج لان كل دي حاجات بتعمل وظيفة محددة او مخصصة الغرض واحد معين زي الاتم ده لاتم ده خاص بايه ان هو هياخد منك او انك تسحب منه فلوس منفعش تعمل عليه حاجة تانية منفعش مثلا تقول ان انت هتحوله مثلا لوموبايل او هتخليه قدي وظيفة تانية غير الوظيفة اللي بيقديها مثلا حاجة زي الاسلسكوب الاسلسكوب ده بيعمل ايه بيرسملك الاشارة اللي خارجة من الويف او الموجة بتاعتك منفعش تخليه عمل حاجة تانية الملتيمتر بي اسل فولتو الجهد والطيار منفعش تخليه عمل حاجة تانية غير الحاجات دي البيرنتر بتطبع لك ورق منفعش تخليها تعمل اي حاجة تانية مختلفة عشان كده دي كلها بنسميه برضو في مجال الترانسبرتيشن اللي هو النقل ومواصلات زي مثلا الاشارات المرور كل دي حاجات هي عبارة عن اللي هي بقى تطبقاتنا كتير اللي هي الحاجات بتاع العربيات برضو زي الكرويس كنترول اللي هو مسابة السرعة كل دي حاجات احنا تكلمنا عليها قبل كده الانجين مانجمينت اللي هو اللي بيتحكم فيه المحرك وهكذا طيب في البيلدنج سيستم زي الار كونديشنج اللي هو المكيفات انظمة الاضاءة الاليفيتر اللي هو المصعد المصعد ده لو تتلاحظ بيقى فيه حاجات او زراير بتتحكم في الطلوع والخروج في الطلوع والنزول الاسف فتي برضو عبارة عن انظمة مضمجة الهيتر السخان الالرم سيستم انظمة التنبيه كل دي حاجات عبارة عن نزمة مضمجة برضو في مجال الزراعة زي الفيدنج سيستم انظمة التغذية وهكذا برضو في مجال اللي سبيس او مجال الفضاء زي السيطاليت في كل الامار الصناعية دي هي عبارة عن ايه او جواها انظمة مضمجة بيتحكم مثلا في اتجاه الامار الصناعي في الاشارات اللي بيستقبلها والاشارات اللي بيستقبلها للارض وهكذا طيب اهي كل دي عبارة عن سامبل او جزء بسيط من الانظمة المضمجة اللي موجودة في اكتر من كده بكتير في حاجات بقى زي الاتي امز اللي كلمنا عنها الكاميراز الكاميرا يعني يعني حاجات كتير قوي الهواتف الموبايلات الديشتال كاميراز الالكترونيك حتى الالعاب يعني حتى الالعاب الالكترونية زي الاكس بوكس والحاجات دي برضو تعتبر انظمة مضمجة او جواها انظمة مضمجة ايه تاني مثلا المايكرويفز دي عبارة عن انظمة مضمجة ايه تاني خلانا نبص على الحكاة اللي احنا كلنا عارفينها وبنستعاملها البرنترز الطبيعات الساتليتز حتى التلفزيونات تلفزيونات بيبقى جواها أنظمة مدمجة وشاشات فكل دي بقى أمثالة لي الأنظمة المدمجة يسيبك تكرار أبرحتك وفيه طبعا أمثالة كتير أكتر بكتير من كده ده بس سامبل بسيطة أو جزء بسيط من التطبيقات اللي موجودة طيب كده احنا شرحنا التطبيقات الموجودة على الأنظمة المدمجة طبعا عارفنا نحن هي التطبيقات كتير جدا تمام في الفيديو الجابز اللي هناخد أو المراحل اللي بيمر بيها الدزاين أو التصميم للنظم المدمجة